لماذا لا تكتب رواية تجعل فيها كل ما تفكر فيه؟ الروايات تصل إلى حيث لا يمكن للكتب والمحاضرات أن تصل كلنا مولعون بالثرثرة والخوض في سيار الناس والرواية تمنحنا ذلك دون عناء الغيبة أو خوف انتقال الكلام وحدوث القضيح الرواية هي ما سينطر أخبارك على الوسادات ويزرعها في أحلام النائمين ستكون على مقاعد الحافلات وفي القطارات وفي أحاديث الناس في المطاعم واستراحات النوادي والحدائق كل ما عليك هو أن تصنع بناء يغوي الجميع بالدخول إليه واكتشافه يأخذهم من كل ما حولهم ويسلكهم في نظامه اصنع من كل ما يتجمع لديك رواية واحدة بناء واحدة الأخشاب والزجاج وقطع الأثاث التي تملأ كل شيء حولك اجمعها وابن بها بيتا جميلا صممه أنت كما تحب وأثثه كما ترى ستجد أن كل شيء لديك أصبح له قيمة اللوحة الصغيرة المتركة في قبو صغير تصبح قيمة حين تعلق على جدار ملون يظهر جمالها ثم تزيد قيمتها حين تشهد على حياة أناس وتدخل في تكوين ذاكرتهم لا تنسى الرواية تصنع لنا ما نعجز عن صنعه حتى تلك الأجزاء المظلمة في نفوسنا التي نخشى البوح بها تبوح بها بدلا منا رغباتنا المكبوتة التي لا نجد الطريق لإخراجها ضحكنا عبثنا بكاؤنا الرواية التي نقرأها تتمم جزءا من حياتنا حين لا نستطيع تتمته في الحقيقة الروايات تطاهرنا يا صديقي اشتركوا في القناة